السلام عليكم أصدقائي أنا الزار وبرحب فيكم في قناتي الزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وحلقة جديدة من فيديو شو أشتري قبل أن نبلش نذكر نفسنا بالدعاء لأهلنا في غزة أهلنا في فلسطين في السودان في كل مكان ادعموهم لا تنسوهم جزاكم الله خير حكيت في أكثر من فيديو سابق عن الهواتف المتوسطة وذكرت أنواع وعطتكم ركومنديشن على أجهزة ممكن تشتروها في آخر فيديو حكيت عن أفضل أداء في هاتف المتوسطة وهو البوكو F6 بعض الناس ما بيدور على أفضل أداء بعض الناس بيدوروا يا عمي أنا أوكي بدي جهاز متوسط سعره معقول منطقي نوعا ما بس بدي يكون السوفتوير ممتاز بيأخذ يعني تحديثات كويسة وبيدي كاميرا نوعا ما كويسة مش دايما تزبط المعادلة ولكن اليوم عندي جهازين حاسس نوعا ما أنه ممكن أنت تلاقي الضالة تبعتك في هدول الجهازين خليني أحكي لكم عنهم وإنتوا تختاروا البدكوية لكن أولا قبل ما نبلش إذا أنتوا في بالكو أجهزة أقارن بينها وأعمل عنها في فيديو اكتبولي في التعليقات إيش الجهازين اللي حابين أقارن بينهم ورح أحاول إن شاء الله أعمل فيديو الجهازين اللي معانا اليوم الوان بلس نورد ثلاث وهاتف الموترول الجديد الموتو ايج خمسين فيوج مبدئين السعر هدولة الأجهزة وجدتهم وين في الإمارات كالعادة السعر 1300 درهم بالدولار تقريبا 350 دولار إذا قدرت تحصلهم بأيك سعر اشتري وما تخاف لأنه مثلا إحنا في الأردن لو توفرت هاي الأجهزة على الأقل بدي يكون حقهم 500 دولار 450 دولار زي هيك يعني لازم يزيد السعر عنها فحسب بلدك أنت إيش هل هاي الأجهزة متوفرة أولا وإذا متوفر في بلدك كم سعرها وحبلش بالتصميم ومباشرة أنا أخذني الموتورولا بتصميمه الجميل وألوانه الحلوة وبصراحة أجهزة متورولا لما بتمسك الجهاز بإيدك راح تفهم عن إيش أنا بحكي لأنه تصميم النورد ما في إشي غريب ما في إشي جديد ما في إشي مميز تصميم عادي يعني مش إنه سيء ولكنه عادي صحيح إنه من زجاج ولكن شكله عادي تمسك الموتورولا بتحس بإحساسك غريب المسكة حلوة بالسبب النحافة اللون حلو الماتيريال مثلا هذا الجهاز عنده متيريال جلد صناعي أنا بعرف إنه حيقول للبعض إنه الجلد هذا راح يقبع راح يتمزع بعد فترة حط كفر شفاف واستمتع بالجهاز المسكة تبعت الموتورولا حلوة السماكة 7.9 مليمتر ووزنه 174 غرام فعليا خفيف الوان بلس صحيح من زجاج الإطار من البلاستيك السماكة 8.2 مليمتر يعني أسمك ووزنه 193 غرام أذقل بدك تضيف إنه الموتورولا عنده معيار الابي 68 الوان بلس أو النورد معياره الابي 54 فرق كبير إذا بدك مقاومة ماء فبدك تروح للموتورولا أنا شخصيا بشوف الموتورولا في التصميم يتفوق وبشوف إنه من ناحية شرائية إذا بدك تشتري عشان تصميم إشي جذاب أكيد بدك تأخذ الموتورولا لأنه شكله جذاب إحساسه جميل ومسكته حلوة وعنده الابي 68 روح على الشاشة في فرق بالشاشة يعني بس يمكن طفيف لمصلحة النورد شاشة الموتورولا P OLED 6.7 إنش تعطيك 393 بيكسل بير إنش كثافة البيكسلات والتردد 144 هرتز والسطوع 1600 نت والحماية كورنين جوريلا جلاس خمسة كأرقام جميعها خلوة ولكن شاشة أو البانيل تبعة الوان بلس ألوانها أحلى يمكن هاي الميزة اللي أنا بالنسبة لبشوفها بتخلي شاشة أفضل عند النورد اسمعوا Fluid AMOLED تدعم مليار لون والتردد 120 هرتز وبتعطيك 451 بيكسل بير إنش مع إنه الشاشات قد بعض هذاك 393 هذا 451 فكثافة البيكسلز في النورد أكثر ألوانه أحلى فعليا ألوانه أحلى سطوعه 1450 نت مش أعلى نعم لكن بيدعم الـ HDR10 بلس عشانك بقولكو ألوانه فعليا أحلى فإذا بهمك الشاشة ممكن الـ One Plus شاشته أحسن بس يمكن لمعظم الناس ما رح يحسوا بالفرق مش كل الناس رح تروح تدور على محتوى بدعم الـ HDR10 بلس حتستخدم استخدام عادي تلعب جيمز سوشال ميديا فما رح يحسوا بالفرق فما بحس إنه الشاشة نقطة قوة لأي جهاز عادي يعتبرهم نوعا ما تعادل النظام بصراحة كل الجهازين عنده واجهة مرتبة بالذات الموترولة عندها واجهة أندرويد خام وأنا بحب هاي الواجهة وعلى الموترولة رح تأخذ من سنتين إلى ثلاثة الأكيد تحديثات وتجربتها كثير سلسة وكثير نظيفة الوان بلس اللي أكسجون أو أس ممتاز برضو يعني واجهة رائعة جدا رح تأخذ تحديثات سنتين إلى ثلاثة كل الجهازين رح يعطيك تجربة سوفتوير ممتازة لو أخذت أي واحد فمش نقطة إنه تفاضل إنما نقطة قوة للجهازين أما الأداء ففي فرق بالأداء بصراحة والفرق بالأداء لصالح النورد ليش؟ لأنه عنده معالج من فلاكشب صحيح قديم لكنه فلاكشب الدايمون سيتي تسع آلاف المبني بمعمارية أربع نانمتر الموتو عنده معالج سناب دراجون سبعة أس الجيل الثاني الأفضلية أكيد هتكون للنورد والأداء الأقوى للنورد السعات التخزينية يعني هيختلفوا بين بعض ولكن بدي أذكر إنه عشان عنده معالج فلاكشب النورد فبيدعم UFS 3.1 أما الموتو بيدعم UFS 2.2 فسرعات التخزين أعلى عند النورد بالنسبة للكاميرات الموتورولة عنده كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل مع OIS لكن غير مذكور الحساس اللي هناك فأنا بعتقد إنه حساس عادي تصوير الموتورولة جيد جدا بالذات الإنارة الكويسة والحساس الأساسي وفيه كاميرا عريضة 13 ميجابيكسل أما النورد عنده حساس أفضل عنده كاميرا 50 ميجابيكسل لكن حساس 1 على 1.6% إنش مع OIS أعتقد أداء هاي الكاميرا هتكون أفضل الكاميرا العريضة أقل دقة 8 ميجابيكسل فالأفضلية للموتورولة لكن فيه فرق بالكاميرا الأمامية الموتو عنده 32 ميجابيكسل قادر تصور فيديو 4K النورد عنده كاميرا 16 ميجابيكسل بتصور فيديو Full HD فهون الأفضلية فعليا للموتورولة كل الجهازين عندهم سماعات استيريو كل الجهازين عنده بصمة داخل الشاشة السريعة والبطارية عند الجهازين 5000 بدعمها شحن سريع الموتورولة 68 واط النورد 80 واط أكيد النورد هو أسرع بس يعني كل التجربتين هتكون سريعة لذلك إذا بدك هاتف تصميمه جميل عنده سلفي قوية هذا الموتورولة وإذا بدك جهاز أداءه عالي وكاميرا أساسية قوية هذا النورد أنت بشو بتختار؟ اكتب لي في التعليقات يعطيكو ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء